عشان كده زي ما قلت لكم كان كلام مهم جدا فقرة مهمة كله بالقانون حنيجي بالتناول لها سريعا لكن بكرا ان شاء الله سبعة ونصر الاهلي وبنسويف في كاس مصر ريني فيلر المدير الفني السويسر النهاردة اختار قيمة المباراة اللي داخل بيها معسكر مغلق بيرجع شريف اكرامي حارس المرمى الكبير يرجع للقيمة الحمد لله على السلامة بطل معاه علي لطفي وفيه خط الدفاع فيه احمد فاتحي وايمن اشرف وحسين السيد في ظهور محل له وسعد سمير ومحمود وحيد سعد سمير بعد الشفاء ومحمود وحيد وياسر ابراهيم في خط الوسط بيختار فيلر بشماندس حسام عشور وليد سليمان حسين الشحات عمار حمدي احمد الشيخ وقاله ديانج وفي خط الهجوم القيمة فيها مروان محسن وجرالدو وليد ازارو وصلاح محسن المباراة سبعة ونصر مفيش محمد هاني مفيش محمد هاني وفيه اكتر من لعب مفيش يعني محمد هاني انا ما سمعتش اسم لا مفيش واضح انه الخواجب يريح بعض اللعيبة طبعا فيها حسابات مشتركة لان انت عندك كمان في رامي ربيعة لا لازال هو قرر انه فعلا يريح اه وده منطقي اه ده منطقي جده وده اللي احنا بنقول عليه ايه ان كل اللعيب جايله فرصته ماتش الجمعة طبعا جونير اجايم ريح واخد بلك اه اه مجد افشة مريح يعني فيه اكتر من حد ورمضان صبحي واضح انه هو اسم المسألة ما بين المباراتين حسب ظروفها وبمناسبة مبارات الهلال السوداني اللي حتكون الجمعة ان شاء الله تقرر فتح باب الحجز الالكتروني اونلاين لتذاكر مبارات الاهلي والهلال السوداني المبارات حتكون يوم الجمعة في الجولة التانية لدور المجموعات ان شاء الله من خلال موقع الحجز الالكتروني الخاص ببطاعة جمهور النادي الاهلي وموقع شركة تذكرتي بيتم استلام التذاكر بشرط وجود الفان اي دي بطاعة المشجع اساسية في المسألة بيتم استخراج الفان اي دي من قبل موقع تذكرتي وجوده زي ما قلتلكوا شرطة اساسي للحصول على تذكرت المبارات التذاكر تم تحديد اسعارها بشواندس 50 جنيه للدرجة التالتة شمال 75 للدرجة التانية و 100 جنيه للدرجة الاولى شمال 200 جنيه للمقصورة الجانبية و 300 جنيه للمقصورة الامامية ولن يتم استلام التذاكر دون وجود الفان اي دي اللي بيستخرج من موقع تذكرتي المبارات زي ما قلتلك هتكون في استاد السلام ان شاء الله يوم الجمعة اللي جاية اه يعني نتمنى اه التوفيق مبارات مهمة جدا 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 زادت اهميتها طبعا بفوز الهلال وهزيمة الاهلي والحقيقة كنت محضر في الانترو اه يعني هنا نقول وهكذا يخسر الابطال اه لان خسارة خسارة ظروف مش خسارة مستوى هنتكلم عليها في وقتها ولكن الحقيقة الاحكامة التي صدرت اليوم اذا هتحب نعلق ونخش عليها ولا في دماغك حاجة تانية لا لسه ترتيب الفقرة استدعى تغيير تغيير ان احنا انا بعتبر ده مهم جدا 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 وكان يجب ازهاره والحكمة بتاع اليوم يعني صحيح طيب هذا الاسبوع كمان لجنة المسابقات في اتحاد الكورة طلعت جدول الدوري لغاية نهاية الاسبوع السبعتاشر يعني نهاية الاسبوع او الدور الاول لاهلي مبارياته اللي هتبقى في شهرين يناير وفبراير طبعا ديسمبر لاهلي عنده مطشاط مشحونة جدا انت بتبدأ ديسمبر اهوب مع ابو براد بن سويف بكرا ان شاء الله التلات الجمعة عنده الهلال السوداني يوم الاربع حداشر ديسمبر الاهلي ودي دجلة يوم الحد خمستاشر ديسمبر الاهلي وحرس الحدود يوم الخميس تسعتاشر ديسمبر الاسماعيلي مع الاهلي يوم الاثنين تلاتة وعشر ديسمبر الاهلي مع الاتحاد يوم الجمعة 27 ديسمبر الاهلي وبلاتينيام زنبابوي في بطولة افريقيا يعني يوم مضغوط جدا بالزبط سبع مباريات في ديسمبر ايه مضغوط جدا جدا يتخلى لهم صفر سبع مباريات من يوم تلاتة ليوم سبعة وعشرين يعني في اربعة وعشرين يوم سبعة وعشرين فيهم كم مرة صفر للخارج واحدة بلاتينيام هنا كمان ما فيهش صفر للخارج في ديسمبر اه اه في ديسمبر بلاتينيام هنا يوم سبعة وعشرين ديسمبر لكن في اربعة وعشرين يوم سبعة مباريات اه يعني كل تلاتة يوم مباريات لو كان فيهم كمان صفر برة اه كانت تبقى مشكلة كبيرة جدا بتدخل بقى بعد كده في يناير جدول اكثر ضغطا وعشان كده ربنا يكون فعون الاندية كلها لان الحياة الفرق هتحتاج لعيبة كتيرة وانت جاي من فترة توقف طويلة علشان تدخل كل تلات يوم مباراة ايوه علشان بعض الناس يقولك ايه هما بياخدوا اللعيبة لا اللعيبة محتاجة كلها انت محتاج كل اللعيبة ولازم لازم المستويات تبقى متقربة جدا يعني انت بتلعب في ديسمبر سبعة ماتشات في يناير سبعة ماتشات طيق يعني وفبراير اللي هو فقراير يعني 28 يوم بدعب خمس ماتشات او يعني ماشي لكن هما متخلين في يناير عندك سفر ويناير فيه سفر هو ده المشكل انا عايز الشهر اللي فيه سفر اه حيبقى فيه مشكل لان يعني اربع ايام بيننا المباراتين واللي بتاع ده بيبقى وفيهم سفر وده اللي حصل قبل النجمة برضو دي نقطة ما احناش بنتكلم فيها لكن كان فيها سفر صحيح